عزيزي المشاهد ضيفتي في هذه الحلقة هي سعادة السفيرة ريم محمد الخالد سعادة السفيرة نحن سعداء بوجودك معنا ليس كسفيرة فقط ولكن سفيرة وامرأة كويتية طالما مثلت دولة الكويت في أكثر من موقع الحقيقة نفخر به ونفخر بها أيضا رحب فيش ورحب بطاقم العمل تلفزيون الكويت مثل ما انت عافة مثل ما قلت ليش عزيز علي ويشرفني أني أنا أكون معاش في هالمقابلة سعادة السفيرة البداية أين ولدتي ومتى نتحدث ونتوقف عند هذه النقطة بدايتي طبعا ولادتي كانت في بيروت في 21-11 طفولتي في بيروت أتذكرها أكثر من طفولتي في الكويت بعدها الدراسة كيف سارت بدأت في بيروت؟ دراستي كانت لا ما درست في بيروت دراستي كلها كانت في الكويت كانت في بداية دراستي إلى المرحلة الثانوية في مدارس خاصة مدارس عربية خاصة طبعا قبل السنة الأخيرة من المتوسطة حنيت لمدارس الحكومة ما عندي أصحاب كويتيين فقلت للوالدة أنا اكتفيت وحاب أني أنا أنتقل إلى مدرسة حكومية أحب أني أنا أكون في محيط الكويتي أحب أني يكون عندي أصحاب من بلدي فبالتالي انتقلت إلى مدرسة أم عطية الأنصارية كمل فيها رابع متوسطة وبعدها دخلت إلى ثنوية المنصورية المقرارات كانت أول سنة يتطبق فيها نظام المقرارات وأنت في الثنوية ساعة السفيرة هل كنت مفكرة شنو التوجه الدراسي لتتتشهيل لا والله تابيني الصج أنا اخترت أسهل تخصص اللي هو تخصص أدب إنجليزي لأن يعني بذاك الوقت ما كان عندي أي رغبة حقيقية في تخصص ما ذاك الوقت كان في شيء اسمه امتحان للقدرات فكان يسولينا امتحان قدرات كان مشرفات ذاك الوقت الاجتماعيات يسولينا امتحان سولي أنا امتحان فطلع عندي قدرات ميكانيكية قدرات ميكانيكية يعني معناتي شنو يعني اصير ميكانيكي اصير مهندس اصير كذا وانا بعيدة تماما عن مجال كيف صارت هذه الخبرات الميكانيكية ما ادري احب حورف احب اشتغل في يعني اشياء مثلا الحين بالبيت مثلا احب حورف احب اشتغل كهربة كذا ومو خشب ما خشب هالسوال فاحب يعني اتحرك كويه في البيت فبالتالي يمكن هذه كانت اساس القدرات الميكانيكية بس انا يعني ما التفت لها بصراحة وتخصصت في الادب الانجليزي بس لما خلصت الثانوية تخصصت في الادب الانجليزي ايضا لا في الجامعة اول ما دخلت دخلت تعرفين انت يعني النظام العام عموما وهو ادخل الجامعة اخذ شهادة بعد ما تخلص دور على وظيفة يا هذه مرحلتنا هذه كانت مرحلتنا كنا في هالقولبة هذه كنا في هالاطار هذا خلص تنويتك ادخل جامعتك خلص جامعتك اخذ شهادتك خلص شهادتك توظف وتكل على الله فبالتالي انا دخلت الجامعة اخواني كانوا في تخصص تجارة والدي كان تاجر الله يرحمه فبالتالي اوكي ندخل تجارة دخل تمويل تخصص تمويل ما لقيت نفسي فيه بصراحة ولا لقيت نفسي اصلا في عالم التجارة ولا في تخصص التجارة فاخترت التخصص اللي كنت اميل لاكثر وهو تخصص العلوم السياسية علوم السياسية نعم فاصبح المساند لي تجارة لاني خديت مواد تجارة وتخصصت في العلوم السياسية وهو قريب اعتقد في تخصصات في الجامعة اقتصاد وعلوم سياسية نعم صحيح كانت ذاك الوقت كانت كلية التجارة والعلوم السياسية أو العلوم السياسية بعدين طبعا صار الفرز فيها صحيح والله عندي قصة طريفة في هذا الموضوع لان مثل ما قلت لك يعني كان ذاك الوقت الشهادة اهم شيء نعم واننا احنا نتمسك بالعلم هذا كان اهم شيء فطلعت اخذت شهادتي علوم سياسية ما كان في فكرة وزاقة الخارجية بالمرة ولا كان في يعني ذهني اني انا ادخل وزاقة الخارجية قدمت على احد البنوك المحلية واخذت اختباري فيها وتفاجأ وانا في اجراءات التعيين حتى وافق لي البنك المحلي على التعيين اتلقى اتصال من احد المسؤولين في وزاقة الخارجية يقولي والله احنا حابين انتين عندنا تقدمين لان انت من الطلبة المتميزين في قسم العلوم السياسية الجميل في ذلك الوقت بانه كان في مثل ما يسمون بالانجليزي هيد هونت يعني يدورون على طلبة المتميزين منهم ان خرجين العلوم السياسية ويطلبون ان اهم تخيلي والان بالآلاف يعني تخرجون ينطرون الدور نعم ذاك الوقت كان الوضع مختلف نعم صحيح فبالعكس كان عندي انفتاح جدا اني انا يعني وزاقة الخارجية هذا بالنسبة لي يعني شيء كبير فبالفعل رحت وقدمت على المقابلة والحمد لله يعني قبلت هناك في وزاقة الخارجية ولكن كان في مفاضلة ما بين اروح البنك المحلي ولا 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 وزاقة الخارجية وبصراحة كان كان شغفي ويقولي اني انا يعني ادخل وزاقة الخارجية يعني كنت اخصص علوم السياسية ولكن ايضا يعني هذا عالم جميل عالم مثير مختلف تماما عن الامل ولعدد النساء قليل في ذاك الوقت نعم نعم لم يكن هناك عدد كبير من النساء شنو كان اول وظيفة اشتغلت فيها في الخارجية اول وظيفة الله يسلمش كانت سنة قبل الغزو العراقي في عام تسعين دخلت في ادارة منظمات الدولية واشتغلت في الملف الخاص بالوكالات المتخصصة تابعة للامم المتحدة فهذه كانت اول بداية لي في عام البوزات الخارجية طبعا يعني وجدت هذا شيء جديد عليك وهذا بالنسبة هل هذه كان المنظمات الدولية التي الكويت عضو فيها او مساهمة فيها مثلا نعم نعم احنا طبعا عندنا عضوية في عدد كبير من المنظمات الدولية نعم فبالتالي احنا عندنا متابعة دقيقة ومتميزة في منظمات الدولية وعندنا دور كبير ايضا في منظمات مثل ما انت عارفة فبالتالي كانت هذه بداية وكنت متدربة اكثر ما كنت يعني مسؤولة عن هذا الملف وللأسف بعدين طبعا يعني شاركت قبلها في كذا مؤتمر دولي عضويتنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ذلك الوقت ولكن للأسف طبعا صار صار الغزو فانقطعنا تباما في فترة الغزو اين كنت في ذلك الوقت كنت في الكويت كنت في الكويت وكن من اشد الرافضين للخروج من الكويت يعني كلنا انا والدي الله يحمى والدتي واخواني واختي يعني فما طلعنا الحمد لله بعد التحرير يعني هل عدتي الى نفس العمل في الخارجية ام اعتقد انتقلتي الى عمل اخر اهو انتقلت الى عمل اخر ولكن في اطار المنظمات الدولية بعد التحرير على طول اشتغلت في مع سعات السفير الله يذكره بالخير خالد ويسان سفيرنا الان في بريطانيا في تأسيس بعثة المراقبة بين بعثة الموم المتحدة للمراقبة بين الكويت والعراق اللي اسمها اليونيكوم اليونيكوم اينا وكان وقت تأسيس المنطقة من زوعة السلاح بين الكويت وبين العراق فاشتغلت يعني سنوات طويلة في تأسيس هذه البعثة واشتغلت طبعا في ادارة المنظمات الدولية بعدين طبعا صدوق قرارات مجلس الامن اللي هي اصدرت خلال فترة الغزو هذه طبعا قرارات كثيرة تابعناها تابعنا تنفيذها حضورنا في الامم المتحدة مشاركاتنا لجان في امور كثيرة فهذه استمرت معاي الين اخر التسعينات في هذا الملف وهذا الموقع سعات السفيرة يعني ملف حقيقة دعينا نطلق عليه مليء بالوقفات المهمة ولعل احنا العامة من الناس لا نعرف كيف كانت تسير الامور في مثل هذه المواضيع التي هي فترة عمل اليونيكوم والمنظمات التابعة له في الكويت نأخذ استراحة قصيرة ثم عودة مرة اخرى عزيز المشاهد مع سعادة السفيرة ريم محمد الخالد لاستكمال الحديث في هذا الجانب عزيز المشاهد عودة مرة اخرى الى ضيفتي سعادة السفيرة ريم محمد الخالد سعادة السفيرة اهم القرارات التي اتخذت في هذه المرحلة بالنسبة للتعامل مع القرارات التي تخدم الدولتين في قضية ترسيم الحدود وما شابه اهم طبعا اهم القرارات اللي تم اتخاذها من قبل مجلس الامن التابع للامم المتحدة تحت الفصل السابع من الميثاق وهو قرار ترسيم الحدود ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق وهذه من احد اهم القرارات قد تكون من القرارات اللي يعني اتخذت بأعلى سلطة بالامم المتحدة لترسيم الحدود البرية بين الكويت والعراق طبعا هذا اخذ فترة طويلة من المداولات ومن لجان ترسيم الحدود الى ان تمكننا الحمد لله من صدور هذا القرار من مجلس الامن واعتقد هي قرارات باتة يعني لا رجعة فيها يعني ترد ايضا على الكثير من الاصوات التي ترتفع بين الفترة والاخرى تطالب باعادة الترسيم باعادة التقسيم شي ما شابه وهذا طبعا تكسب يعني بتصور العامة انه تكسب سياسي لان كل حزب يأتي يعني يطالب او يطرح وجهات نظر لدغدغة الشارع اعتقد هل يعني الكويت تنظر لها ايضا بمنظار واقعي ام تتجاهل مثل هذه لا مثل ما انت عارفة طبعا احنا اي كلام من هذا النوع او اي دعوات من هذا النوع ننظر لها بجدية وتكون ايضا التصريحات المسؤولين عن هذا الموضوع ايضا تتسم بالجدية نحن نتخذ موضوع ترسيم الحدود بجدية عالية لان لم يسبق لنا تم ترسيم الحدود بينه وبين جمهورية العراق ولكن يوجد قرار من مجلس الامن صادر عن اعلى سلطة فيه وهي مجلس الامن تحت الفصل السابع من الميثار فبالتالي هذه هي قرارات هي نافذة ولا رجعة فيها سعادة السفيرة بعد هذه المرحلة اين اتجه بك العمل في الخارجية بعد عام 99 ورجوعي من بريطانيا حيث حصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية في عام 2001 تم ترشيحي للعمل في الوفد الدائم لدولة الكويت في فيينا النمسا وهناك عملت لفترة خمس سنوات عملت في مجال اخر تماما في منظمات دولية طبعا لان احنا عندنا بعثة دائمة لدى الوكالة الدولية للطاقة الدرية والوكالات المتخصصة الاخرى مثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية فهناك ذهبت خصيصا لأستلم عملي في الوفد الدائم للامم المتحدة تحت طبعا قيادة سعادة السفيرة نبيلة عبدالله الملة الله يذكرها بالخير هي كانت سفيرتي وهي كانت يعني الداعمة لي في العمل في الخارج في ذلك الوقت طبعا اكيد مع القيادة السياسية التي اغتأت وجودي مع سعادة السفيرة نبيلة الملة هي اول سفيرة لدولة الكويت في الخارج فعملت معاها في ذلك الوقت من 2001 لمساعدتها ضمن فريق العمل في الوكالة الدولية للطاقة الدرية العمل في الوكالة يعني عمل للبعيد عن واقع هذا العمل يجد ان هذه يعني وكالة مهتمة بالطاقة الدرية والتعامل مع هذه هذه الطاقة وهل نحن بحاجة لهذه الطاقة نحن مكتسبي لها وليس منتجين كيف كان التعامل وما دوركم انتوا ممثلين لدولة الكويت في هذه الوكالة المهمة على مستوى العالم حقيقة والله كان دورنا جدا مهم لان احنا في ذلك الوقت دخلنا في عضوية مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الدرية ومن ثم ايضا حضينا على رئاسة هذا المجلس لك انت تخيلي كم كان حجم العمل وكم كانت اهمية الدور اللي قمنا فيه في ذلك الوقت طبعا انت عارفة ان الوكالة الدولية للطاقة الدرية هي معنية بالطاقة السلمية للطاقة الذرية والمفاعلات النووية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية واستخدام المفاعلات طبعا النووية لانتاج الكهرباء ايضا للعلاجات المختلفة للامراض المختلفة في لها استخدامات كثيرة في لها استخدامات كثيرة وايضا هذه الوكالة تشرف وتراقب الدول التي لديها ايضا مواد نووية ايضا الدول التي لديها مفاعلات نووية الدول التي لديها اسلحة نووية فهذه وكالة مثل ما تقولين تشرف إشراف عام على هذه المواضيع نحن بالنسبة لنا تعاوننا كبير مع الوكالة الدولية الطاقة الضيغية تحت مظلة التعاون الفني فعندنا أمور كثيرة عندنا تدريب من قبل الوكالة عندنا برامج تنفذها الوكالة في الكويت فبالتالي مجال واسع وكبير في تعاملنا مع الوكالة الدولية الطاقة الضيغية فأنا رحت هناك ما عندي أي فكرة عن العمل في الوكالة ما هي أصلا الطاقة الضيغية ما هي الطاقة النووية وكيفية استخداماتها فلكي أنت تخيلي بأنني بدأت كأني طالبة من أول وجديد أتعلم شنو عملها الوكالة وشنو أصلا تفاصيلها الفنية اللي كانت تماما غائبة عني يعني انتقلت من عمل إلى عمل مختلف على النقيض من ما كنت أقوم به على رغم من أنه هو عمل متعدد الأطراف عمل منظمات دولية ولكن العمل فيه هذا النجال كان مختلف تماما عما قمت فيه بالساط هل في جانب سري مثلا في العمل هذا؟ شلون؟ يعني مثلا هناك تقسيم في الدول التي تتعامل بالطاقة الضرية من أجل التسليح ومن تتعامل به من أجل الخدمات الإنسانية هل هناك فصل يعني وهناك مثلا جداول لدول معينة بأسماءها ودول تستثنى من ذلك؟ كيف يكون فرز؟ نعم هناك طبعا الإطار العام الذي يؤسس عمل الوكالة وهي معاهدة عدم الانتشار النووي طبعا الدول تدخل في عضوية هذه المعاهدة أيضا هناك بروتوكولات وهناك اتفاقات توقعها الدول التي تلتزم ببنود هذه المعاهدة وهي معاهدة عدم الانتشار النووي طبعا في دول تلتزم بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وبإشراف الوكالة ورقابتها على برامجها النووية إن كان لديها برامج أو إنها أيضا تساعد في برامج التعاون الفني هناك دول طبعا لا تكون عضوة ولكن لا تلتزم وهناك دول ترفض الدخول في هذه المعاهدة عندش طبعا من أحد الدول وهي معروفة جدا هي إسرائيل الكيان الصهيوني الذي للأسف لا يقبل برقابة الوكالة ولا يقبل بالتفتيش على مفاعلاته النووية ولا على أسلحته النووية فبالتالي هناك دول كثيرة أيضا لا تلتزم في المعاهدة هل توقع عليها عقوبات مثلا؟ توقع عقوبات نعم سواء توقع عقوبات من الوكالة نفسها أو توقع من قبل الأمم الموحدة لكن الكثير منها لا يلتزم هناك التزام طبعا إذا شوفي المنظمات الدولية بشكل عام وجودها مهم القرارات التي تصدر عنها جدا مهمة دولة الكويت دولة صغيرة ولكنها تحترم القانون الدولي وتحترم قرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وعن كافة وكالاتها المتخصصة هي دولة لابد لها أن تدعم المنظمات الدولية ولا بد لها أن تكون في إطار الاحترام التام لهذه القرارات وتدعو الدول الأخرى إلى احترامها وإلى الالتزام بما ينتج عنها أو بقراراتها ونحن من أشد الدول التي تدعم مثل ما تتعرفين المنظمات الدولية هل نعتقد أن الكويت مثلا كدولة على صغر حجمها لها مساهمات كبيرة في هذه المنظمات على المستوى الإنساني ومستوى التسليح مستوى الرقابة على إنتاج ما يضر البشرية كيف نقيم موقع الكويت بالنسبة لهذه المنظمات يعني أنت عارفة أن الكويت من أكثر الدول التي تدعم البرامج الإنسانية وأكبر دليل على هذا حصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظها الله ورعاه على لقب قائد الإنسانية والكويت مركز للعمل الإنساني الدبلوماسية الإنسانية دبلوماسية القائد الإنساني صاحب السمو فبالتالي نحن من أشد الدول الداعمة للعمل الإنساني وأنتي شفتيها يعني والكل شافها فيما يتعلق بمساعداتنا الإنسانية فعليا لعراق مساعداتنا الإنسانية لسوريا المؤتمر ثلاث مؤتمر مانحين استضفنا في الكويت بما يتعلق بسوريا وشاركتنا أيضا في مؤتمر المانحين الذي عقده في بريطانيا ومشاركة صاحب السمو حفظه الله ورعاه فالدبلوماسية الكويتية قائمة على العمل الإنساني جبل الإنسان الكويتي على العمل الإنساني حتى على المستوى الشعبي حتى على مستوى اللجان الإغاثة اللجان الخيرية فبالتالي إحنا يعني من أكثر الدول التي تدعم العمل الإنساني وبالعكس يعني إذا ما صار ويا أحد وقال لنا نبي الكويت تساعدنا إحنا ندور عليه وإحنا نفتش عليه لأن إحنا هذا اللي جبلنا عليه وهذا اللي تعودنا عليه فبالتالي يعني هذا جزء أساسي مكون أساسي من دبلوماسية الكويتي سعادة السفيرة بعد العمل في فيينا لمدة خمس سنوات أعتقد عدتي إلى الكويت مرة أخرى لا لم أعد بالعكس يعني ذاك الوقت بعد خمس سنوات من العمل نقلت إلى السفارة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية نعم وهناك بناء على خبرتي في العمل في المنظمات الدولية عملت مع سعادة شيخ سالم عبدالله جابر الصباح سفيرنا في الولايات المتحدة وسلمني ملف الكونغرس الأمريكي وبالتحديد مجلس السنت اللي هو مجلس السنترز يعني الشيوخ مجلس الشيوخ وبالتالي استلمت مهمة التواصل ومتابعة عمل مجلس الشيوخ الأمريكي كيف شفتي هذا الملف وكيف العلاقة بين مجلس الشيوخ الأمريكي والكويت وكيف ينظرون لنا إحنا من خلال هذا المجلس طبعا لا شك أنه يعني مجلس الشيوخ في من هو موالي للسلطة الحاكمة في أمريكا وبالتالي هو ينفل سياسة الدولة تجاه الدول الأخرى الدول الصديقة بالنسبة لهم وهناك يعني رافضي لسياسة الدولة ومعروف يعني من خلال المتابعة أنت كيف شفتي هذا المجلس وهذه القرارات وهؤلاء الناس كيف يتعاملون مع الدول مثل دولة الكويت طبعا مثل ما أنت عارفة يعني مجلس الشيوخ هو جزء لأن الكونغرس الأمريكي عبارة عن مجلس للنواب ومجلس للشيوخ العمل هناك بالنسبة لي كان جدا مشوق لأن أنا رايحة وعارفة موقف الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للكويت بالتحديد الولايات المتحدة كان لها موقف جدا مشرف فيما يتعلق بتحرير الكويت وقيادة التحالف الدولي لتحرير الكويت فبالتالي أنا رايحة كمكمل لعلاقة مثمرة علاقة استراتيجية علاقة متميزة على كل الأوجو فبالتالي عملي في مجلس الشيوخ كان جدا متميز لأن حطني في مجال أني أنا أعمل للتواصل مع الأعضاء سواء كانوا مثل ما تفضلتي الأعضاء اللي هما واغفين داعمين ومساندين ولكني لما أجد أعضاء غافظين أو غير مؤيدين وجدت الجميع بالعكس لما يشوفون أن نحن دولة الكويت ممثل عن دولة الكويت بالعكس يكون عندهم شوق لأنهم أهما يجتمعون معنا يلتقون معنا ما شفت بصراحة في مواقف متصلبة أو مواقف متشددة تجانب بالعكس الأبواب دائما تكون مفتوحة والحوارات معهم دائما تكون منفتحة وإحنا من جانبنا طبعا دائما منفتحين حتى على الأعضاء وعلى الجانب الأمريكي وعلى الشعب الأمريكي لأنهم هم ممثلين الشعب فبالتالي كانت فترة جدا جدا جميلة والتواصل معهم وتعزيز العلاقات معهم وتعزيز التعاون الثنائد ندعوهم إلى زيارة الكويت ممثلين الأمة ممثلين البرلمان أيضا يروحون يزورون هناك فبالتالي كانت فترة تقوية أكثر للعلاقات بين الجانبين ساعة السفيرة ننتقل بالحديث إلى أهمية العمل في السفارات وأيضا العمل تقسيمه إلى ملفات نتوقف عند هذا الموضوع مع سعادة السفيرة ريم محمد الخالد ونأخذ استراحة عزيز المشاهد قصيرة ثم عودة إلى استكمال الحديث عزيز المشاهد عودة مرة أخرى إلى ضيفتي سعادة السفيرة ريم محمد الخالد سعادة السفيرة كنا توقفنا عند قضية الملفات هل كل سفارة مثلا معنية بالاهتمام بالملفات الخاصة التي تتواجد على الساحف من حيث علاقات المنظمات علاقاتها بالمجالس الموجودة مثلا الكونغرس من خلال سفارة الكويت في واشنطن أو الملفات الاقتصادية هل هذا هو من صميم عمل السفارات في الخارج؟ نعم طبعا بالبداية هو قضية السفير هو المسؤول عن سفارته هو المسؤول عن تقسيم سفارته أو عن اختصاصات العاملين معه ولهم الدبلوماسيين لكن صلب العمل الدبلوماسي هو التخصص في ملفات والتخصص في عمله بما يتعلق بتأسيس وتشكيل علاقات مع الدول المضيفة علاقات مع الجهات علاقات مع المؤسسات علاقات مع كل أطياف المجتمع فبالتالي هذا أساس عمل الدبلوماسي الدبلوماسي هو الشخص الذي قادر على تأسيس العلاقات تكوين شبكة من هذه العلاقات وبالتالي تحصيل هذه المعلومات والاستفادة منها في حال دولته طلبت منه بأنه هو يستفيد منها النوع من العلاقات فبالتالي يترك للسفير عادة تقسيم العمل داخل سفارته كم سنة قاعدتي في واشنون أربع سنوات أربع سنوات وبعدها بعدها طبعا تم تكليفي من قبل حضرة صاحب السمو حفظ الله ورعاه وذلك الوقت الدكتور الشيخ محمد صباح السالم كان وزير الخارجي آنذاك برئاسة بعثة دولة الكويت في تشيلي لم تكن عندنا سفارة فطلب مني بأن يقوم بتأسيس سفارة سفارة في تشيلي يعني بمعنى يعني عمل من الألف إلى الياء ولا يموت لأي خبرة لديه في السابق خبرتي كانت في العمل الدبلوماسي طبعا ولكن تأسيس سفارة يحتاج إلى أيضا خبرة في العمل الإداري العمل المالي لأنها هذه من الصفر يعني تكوين من الصفر يعني وذهبت إلى تشيلي وذهبت إلى تشيلي هل أنت شكلت مجموعة العاملين معك؟ نعم أخترتهم أخترتهم يعني مثل ما يقولون نقوة يعني ترك لي المجال في ذلك الوقت يعني من قبل معالي نائب الوزير السفير خالد الجار الله وقال لي المجال أمامك مفتوح وروحي وشوفي من اللي تحتاجين ومن اللي تبين أنه هو يعني يستلم العمل معاك أو يكون من ضمن طاقم العمل معايا والله واخترت مجموعة من الشباب الطيبين الله يذكرهم بالخير اللي يعني يساعدوني وأسسوا معاي السفارة لأول مرة مع أن أنا رايحة وكل الشباب اللي معاي يعني رايحين وإحنا طبعا إيد وحدة ولكن في تشيلي ما حيتكلم إنجليزي هذه مشكلة كانت فكانت مشكلة كبيرة طغينا يعني وقتها نحن نستعين في بعض حت المترجبين كانوا قليلين لأن في جاليا يمكن نص مليون عربي في تشيلي أصلة عربي يعني تشيلي بس أصلة من أصول عربية ولكن لا يتكلمون اللغة العربية يعني يمكن نص مليون فلسطيني 100 ألف سوري لبناني أصبحوا يتكلمون اللغة الإسبانية اللي هي لغة تشيلي الأصلية اللي هي لغة تشيلي الأصلية اللي هي اللغة الإسبانية طبعا إسبانية اللي هي مخلوطة باللهجة بيتكلمون بشكل سريع جدا فما يعني كانت واجهنا صعوبة في البداية ولكن الحمد لله الله وفقنا وتعلمنا إسباني تعلمت إسباني تعلمت إسباني ما فيش كثر المدة اللي تعلمت والله أخذيت شهر بالكويت في خدمة المجتمع جامعة الكويت قبل لا أطلع هل في قسم في لغة إسبانية؟ يدرسون إسباني وكانت وحدة الوحيدة من أفراد الجالية التشيلانية في الكويت وحدة امرأة وحيدة من تشيلي يدرس الإسباني ندعو جامعات الكويت يهتمون بالقسم الإسباني والأقسام الأخرى اللغات الأخرى نحيي الدكتور حسين الأنصاري ومدير الجامعة ونقول له اهتموا باللغات الأخرى لأنها مهمة عندهم فرنسي عندهم فارسي بس أعتقد الفرنسي مرة سألت عن الاسواحيلي وما كان عندهم مرة بقيت أدرس اسواحيلي بس ما عندهم كنت زائرة زنجبار وعجبت جدا في زنجبار صراحة جميلة جدا فرجعت وكان عندي شغف بأني أنا أبي أشتري في بيت في زنجبار وأقيم بعد التقاعد هناك كان هذا حلمي هذه وقفة فما أنا من عشاق فرجعت لكويت وقلت أنا أبي اسواحيلي طلب أي لغة بس اسواحيلي هذي معده لا نرجونا إن شاء الله يخلونا عشان نتجهون إن شاء الله بعدين أعتقد قياسا في المسافة قريبة زنجبار تعتبر بالنسبة لنا وأنا قرأت كثير عن تاريخ هذه المنطقة لأن البسعيديين حكموها يعني سلطنة عمان حكمت فيها وهي الآن جزء من تنزانيا تنزانيا طبعا يعني خلاص واحدة من الخطط اللي أنا كنت أحلم فيها ما ضبطت كيف قدرت التعاملين مع الناس في تشيلي من خلال السفارة وأعتقد ما فيها زخم العمل الموجود في واشنطن أو في فيينا أو في سفاراتنا في بلد آخر طبعا أول إحنا لابدني أنا أقول هل يعني المبادرة اللي دايما يعني تتسم فيها الدبلوماسية الكويتية وهي دبلوماسية متجددة يعني اختيارنا لأن إحنا نفتح سفارة في تشيلي أول دولة خليجية افتحت سفارة في سانتياغو عاصمة تشيلي بالتالي هذا دليل على إحنا انفتاحنا في تواصلنا بأبعد المناطق يعني تشيلي تعتبر على قولتهم نهاية العالم فيها نقطة نهاية العالم وهكذا يسمونها في جنوب تشيلي فبالتالي الكويت وقيامها بافتتاح سفارة في أبعد نقطة في العالم هذا يدل على انفتاح الدبلوماسية الكويتية وتجددها ويعني أيضا محاولة اكتشافها لمناطق جديدة بحيث أن هي تعزز علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع هذه الدول التعامل مع تشيلي كان جدا يعني متميز بصراحة لأنهم ما شافوا امرأة من دولة خليجية تأتي كسفيرة لتفتتح أيضا سفارة فمدوا يد العون بصراحة وحاولوا كثير ما يقدرون بأنهم يساعدوننا وبالعكس يعني كان لهم فضل كبير أيضا في أنهم سهلوا علينا أمور كثيرة جدا في ذلك الوقت يعني كان وضع متميز أهم الأولويات يعني كسفارة كويتية تفتتح في هذا المكان من العالم شنو كان يعني هدفكم فيه وشنو الأولويات اللي بدأتوا فيها تتعاملون فيها من خلال سفارتكم نعم طبعا بما يتعلق بالدبلوماسية الكويتية حسب ما ذكرت اللي شوفت تاحنا لسفارة في تشيلي كان الهدف منها هو تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية اللي أطلقها صاحب السمو حفظ الله ورعاه وأيضا وزير الخارجية معالي الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلسة الزراء وزير الخارجية أيضا استتباعا واستكمالا لهذه السياسة من قبله فبالتالي كان هذا أساسنا وهذا هدفنا الأساسي وهو إيجاد السبل والوسائل المتعلقة بتعزيز وتقوية هذا الجانب من علاقاتنا مع تشيلي تشيلي طبعا أيضا مشهورة بمنتجاتها الزراعية وأنا متأكدة حتى لو نروح الآن في كل السوبر ماركتات اللي موجودين في الكويت كل الجمعيات تلاقين نحن عندنا دائما يداور عندنا المتجات الزراعية فعندهم متجاتهم الزراعية اللي احنا دائما نستورد منهم عندنا أمور كثيرة يعني ممكن أن نحن وقاعدين نشتغل عليها مع الجانب الشيلي أيضا أنا كنت محالة لبيرو ومحالة للإكوادور فكان أيضا عملي إضافة بعد السنة الأولى من عملي في تشيلي تم تكليف أيضا بإحالة سفيرة حال في جمهورية بيرو وجمهورية الإكوادور قضية الإحالة هذه ساعات السفيرة يعني هل حاجة العمل تطلب مثلا تواجد سفير وكم من الوقت تذهبين إلى هذه الدول التي انتي محالة لها وما هي الأولويات التي تمارس من قبل السفير المحال شوفي بالنسبة للدول المحالة طبعا زياراتنا دائما على حسب المناسبات الرسمية إذا تم توجيه دعوة أو استقبالنا لضيوف وفود رسمية من الكويت لزيارة بيرو والإكوادور اللي هي الدول طبعا المحالة أيضا نطلب إحنا زيارة هذه الدول أو نقوم بزيارات لأننا نهدف إلى تقوية وتعزيز علاقاتنا معاهم يعني ما يمر علينا ستة شهر ما يمر علينا مثلا أكثر من سنة ما يكون إحنا زايرين الدول المحالة ومعززين علاقاتنا معاهم في وفود كثيرة قامت خلال تواجدي أنا فترة تواجدي من 2010 إلى 2016 كانت فترة كبيرة يعني بالزيارات مكثفة قامت بها وفود كويتية إلى بيرو وأيضا وفود بغلمانية قامت بها زيارات قاموا بها إلى الأكوادور فبالتالي كثفت أيضا زياراتي بنفس الوقت اللي كان عندي مسؤولية جمهورية تشيلي كان أهم الأولويات من خلال التواجد في تشيلي هل الحرص على الاتفاقيات مثلا الاقتصادية هل حاولت الإطلاع على النشاطات الثقافية هناك التعرف على ما هي هذه الشعوب من حيث الثقافة المتداولة كيف شوفي بعد المسافة للأسف خلها الدول هذه ما تحرفنا فبالتالي موقعين إحنا اتفاقيات كثيرة اتفاقيات تعاون اقتصادي اتفاقيات تعاون فني اتفاقيات تبادل تجاري اتفاقيات كثيرة لكن الاتفاقيات هذه لها جانب داعم وايد مهم اللي هو احنا شلون نروج عن نفسنا ثقافيا منو دولة الكويت منو المرأة الكويتية منو التاجر الكويتي وين الكويت اين تقع الكويت هذه ما رح تعرفينها من خلال الاتفاقيات هذه بعرفونها هالشعوب هذه عن طريق الثقافة وانا من اكثر الناس اللي يؤمنون بان الثقافة هي جسر الشعوب فبالتالي كثفت خلال فترة تواجد الخمس سنوات بالانشطة الثقافية يعني اكثر اكثر الانشطة اللي قمت فيها ثقافية حتى كنت ادور على المكتبات اللي تكون في المحافظات البعيدة علشان اقدم لهم هدايا كتب من الكويت واصدارات الكويت وحتى البلديات البعيدة ساعات يستغربون يقولون انتو منين تعرفون يعني منين تيوننا شلون عرفتونا نحن بالنسبة لنا مهم جدا نعرف عن الكويت مهم جدا نعرف عن الهوية الكويتية فبالتالي الثقافة بالنهاية اهم رافد اهم رافد وهي اللي تدوم في اذهان الشعوب نعم الان انت في الوزارة وزارة الخارجية تديري ادارة الامريكتين نعم ما هذا العمل بعد خمس سنوات في تشيلي طبعا تم تكليفي من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزارة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد صباح بان اكون مساعد للوزير لشؤون الامريكتين هذا اول منصب تستلم امرأة في وزارة الخارجية هذا نصر للمرأة لك الحمد لله رب العالمين وانت تستحق الله يباركيك مشكورة فبالتالي انا يعني كلفت وكان لي شرف هذا التكليف وطبعا صار لي الآن سنة من استلمت هذا المنصب منصب عبارة عن إدارة مسؤولة عن الشؤون المتعلقة بأمريكا الشمالية وهي الولايات المتحدة الأمريكية كندا أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية بالإضافة إلى استراليا ونيوزيلندا أما المساعد الوزير وهو تكثيف وتقوية وتطوير العلاقات الثنائية بكل ما يتعلق بالعلاقات الثنائية فبالتالي الحمد لله رب العالمين يعني الآن بداية الطريق وبداية الطريق في وزارة الخارجية وأيضا بداية قد تكون مرحلة لاحقة من العمل أيضا في مكان آخر في الخارج فإحنا جنود في العمل بوزارة الخارجية بالعمل الدبلوماسي العمل في الخارج والعمل في الداخل فبالتالي الحمد لله رب العالمين حقيقة أنت وجه مشرف ونحن نفخر ونسعد به ونشكرك على يعني أعطيتنا هذا الجزء الكبير من وقتك تحياتنا لك وشكرا لسعادة السفيرة ريم محمد الخالد شكرا لكم عزيز المشاهد في ختام هذه الحلقة شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج كنت سفيرا شكرا لكم